أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مني أنا محمد عواذ عبر قناة سيلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المعتوى حلقة اليوم عن القنبلة اللي ما خلتناه ننام الخبر العجيب الغريب اللي كنا نفكروا فكرة واحد ما جنون بحكيه صار واقع إعلان دوري السوبر الأوروبي حلقة اليوم كتير مفصلة كتير شاملة هحكي فيها ليش الآن وشو مشكلة الناس معها ومين هذا البنك اللي جابوه ما سمعناه باسمه قبل هيك وححكي عن فخ ممكن توقع في هاي الأنديل 12 وححكي شو ممكن يصير وححكي بالنهاية رأيي الشخصي كتير مواد حنحكيها اليوم وأثناء مشاهدتكم الحلقة إذا عجبتكم تتركوا لايك وإذا ما عجبتكم لازم تتركوا لايك لأنكم أصحابي نبدأ بعد قليل الفكرة اللي كنا نسميها فكرة مجنونة خيال واسع تهديدات بصوت عالي بس مش أكثر أصبحت واقع 12 نادي في أوروبا عم بيعلنوا انسحابهم من رابط الأنديل الأوروبية وتوجههم لإقامة بطولة هم فعليا اللي مؤسسينها وبدوا يحطوا قوانينها ويبيعوها للي بدهم إياها من حيث الحقوق والشروط بطولة دور السوبر الأوروبي شو قصتها؟ بنتكلم عن 20 نادي 15 منهم مضمونين فازوا خسروا لعبوا ما لعبوش محهم مباريات ما لعبة محهم فلوس هم لعبين وخمسة يقال أنهم حيجوا من الدوريات المحلية الأخرى دون توضيح الفكرة من تأهلهم أو كيف تأهلهم فبالتالي حيزر لعنا 20 نادي بنتقسموا لمجموعتين عشرة بعشرة العشرة هون والعشرة هون بيلعبوا دوري منفصل وفي النهاية بتأهل 3 من هون وتلات من هون بصيروا 6 شو هيصير؟ الرابع والخامس من هون والرابع والخامس من هون حيلعبوا ملحق ويتأهل منهم 2 عشان يكملوا الستة وصيروا 8 ويبدأ دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الأوروبي في إيطاليا ريال مدريد برشلونة أتلاتيكو مش واضحة الأمور بشأن بايرامينيخ وبريسان جرمان للحظة تصوير هذا الفيديو لكن فيه هناك من يقول انهم ربما ينظموا وهناك من يقول لن ينظموا خلينا نشوف شو هيصير بطولة هدفها واضح انهاء دوري أبطال أوروبا انهاء الدورة الأوروبية بطولة جعلت من توتنهم أهم وأكثر عراقة توتنهم اللي ما عندوش في حضره ألقاب ولا في ماضي في ذلك التاريخ فهذا دور الأبطال مرتين كان حاضر بينفكة الفريق اللي كان يمكن أن يكون عنده عشر ألقاب أوروبية لو لا لعنة جوتمن وهذا الكلام فهذا اللي خلى الناس تثور تعصب تغضب انت ما خترت الأندية على أساس حقيقي كروي تاريخي له علاقة بالأنث انت خترتهم على قائمة مصادر داخلهم والمال اللي حيجيبو لكيها يعني بطولة أساسها أموال وما بتسمعوه عن كرة القدم والرياضة والتطوير هو للبيع والاستهلاك طيب هذيرا الناس اللي منحكي عنهم يجوا وعملوا بطولة عشان الأموال وواضح هذا الكلام ليش؟ ليش اليوم؟ ليش اليوم طرع القرار؟ فيه ثلاث أسباب مهمة جدا لما إجت جائحة كورونا ومرقى أول شهرين ثلاثة الناس اعتبرت الموضوع شهرين وحيروح لكنه أثر على أندية بشكل عميق جدا لليوم ومش بس أثر على أندية للعلم بس من مسألة الجمهور لا حقوق البث نزلت أيضا المعلنين بلشوا ينسحبوا ما عادوا مهتمين زي أول يعلنوا ما فيش حدا معا فلوس يشتري ما هو الناس مش لاجي شغل في أوروبا لأنه كل شي مسكن فهذا قلل دخلهم كثير فنظروا الأندي الكبيرة الاستثمارات لاحظوا أن هاي الأندي للـ 12 في منها 10 ملكيات خاصة بس ريال مدريدو برشلونة اللي هو الملكي العامة قالوا اف إحنا النموذج التجاري اللي عايشين عليه اسلوب الفلوس اللي بنربحها خمسة وعشرة مليون بالسنة ما عادي يوفي لازم نرفع نسبة أرباحنا كثير عشان نرفع نسبة سيولتنا المادية في البنوك كثير ومن هادي السيولة ومن هادي الأموال حتصير لو إجتنا جائحة جديدة وأزمة جديدة قادرين نعيشتها لسنتين ثلاث بدون ما نقعد نترجى اللعيبة والله إنه سمحت 10% والله أصبر علي للشهر الجاي والكلام هذا فهذا أول سبب الجائحة أوضحت إنه النموذة التجاري الكروي الحالي قابل للعيش طول ما الأمور تمام صارت مشكلة في أندي ممكن تنتهي وأعتقد قرأته ببعض الأخبار برشلونة قد يعلن إفلاسه رغم إنه يعني عملت حلقة وقلت هذا الكلام غير وارد بس ممكن نوصل لهاي اللحظة فريق عملاق يعلن إفلاسه في شي ثاني مستفز للأندي الكبير حقيقة وهو مسألة توزيع الفلوس تاعد دور أبطال أوروبا جزء كبير من الأموال اللي برجع يوزيها على اتحادات أوروبية واللي برجع طبعا بيخزن بالبنوك ورواتب عالية في الشاركة توزيعتها دور أبطال أوروبا بعاد الريال مدريد بأي فريق ثاني بلعب في المجموعة معها طول ما هم بيجيبوا نفس النتائج تقريبا يعني كل دور بتاخد فلوس حقوق البث بتختلف شوية عشان في حقوق محلية وحقوق دولية فالحقوق الدولية بتساوي فيها الحقوق المحلية بتتوزع بشكل مختلف حسب الأندي المشاركة من الدولة وقدش مشت يعني لو ريال مدريد وصل النصف النهائي بياخد فلوس أكثر من حقوق بث دوري أبطال أوروبا في إسبانيا من برشلونة لو طلع مثلا من دول الستة عشر بس مش هون هدولة موقفوا يعني ريال مدريد يجيبوا لك طب انت بتبيع حقوق دوري أبطال أوروبا بالمليارات عشان أنا موجود برشلونة بيقول لك عشان أنا موجود مان يونادي عشان أنا موجود مش منطق تسوينا بفريق كرباخ يعني في النهاية لو تأهل عن دور المجموعات بدون استقلال من حدا لكن المعلن والناقل مش جايوا نقول هاي المباراة وإلا لنقل الدوري الأذريباجاني والدوري الأرمني مثلا لكن هو جايوا قلني أنا وبالطريق في هذا عم بيلعب معي فمن هون هم بدهم حصة أكبر من دوري أبطال أوروبا أولا وبدهم من فلوس دوري أبطال أوروبا حصة أكبر للأندية ما يروح جزء منها للاتحاد الأوروبي فوجهوا الضربة الآن لأنه قرب الصيف قرب نهاية إن شاء الله تأثيرات كورونا تبلش تتعافى فبدهم فلوس للصيف بدهم يصرفوا للمستقبل تاعي منها فالآن جاءت الضربة بهذا التوقيت وفي سبب ثالث لا يخفى وبصراحة لا يخفى أرسنال ما عاد يتأهل دور أبطال أوروبا زي ما شفنا توتنهام مهدد يطلع خيرنا نحكي الثلاثي الإسباني مسيطر ميلان يعني إذا بتيجي أقول لك متى آخر مرة شارك ميلان في دور أبطال أوروبا حتفكر مش استقلالا من هاي الأندية لكن هذا الدافع لعند هاي الأندية الأندية اختلفت بالدوافع في أندية ضمن حالة داما كبيرة في أندية شعرت إنه في مشاريع كوروية عم تطلع يعني لستر إفرتون ويستهم عم بتهدد بقاءنا ضمن منظومة التوب فور زمان كان اسمها توب فور أرسنال فيها صار توب سكس نزل فيها الآن صار فيه شي ممكن يصير اسمه توب ناين وأنزل فيها كمان فإنه عم بتزيد المنافسة وقيمتنا وأرباحنا قائمة على الشعبية والإنجازات فالآن لا عاد في إنجازات ولا عاد في شعبية طيب بدنا ننقذ الإرث اللي عملنا فهون فعليا أنا بسميها قرروا يستثمروا في ماضيهم من أجل مستقبلهم عكس كل المنطق إنه إحنا عملنا زمان كرمونا عن اللي عملنا تعالوا نعمل بطول مع بعضها بسرعة بدل ما يكبروا أندية ثانية غيرنا وهذه هي الفكرة حبوا يظلوا كبار واضحة في بعض الأندية حب تظلها كبيرة لأنه فعلا بدأ القطار يفوتها إما لأخطاء إدارية أخطاء مالية عدم فهم تغيير كرة القدم لكن هذا حاصل خلصنا موضوع ليش خلونا ننتقل لمن وين جاءت هذه الفكرة الفكرة جاءت بالأساس من شئ اسمه دور السوبر الأوروبي في كرة السلة والأنبيئة أو بطولات أمريكا بشكل عام بطولات أمريكا كلها بشكل عام كرة قدم كرة سلة كرة قدم أمريكية بيسبول هي بطولات مغلقة يعني الفرق اللي بتشارك هي نفسها ما فيش هبوط في أمريكا ما فيش صعود وهبوط فيه فرق تابت وفيه كل فترة ترخيصات وبدخل نادي بس فهذه الفكرة للإغلاق قائمة على أنه بدل ما نوزع الفلوس عامتين نادي وزعوها عشرين فبصير عنا أفضل بطولة في العالم من حيث المستوى بعشرين نادي بدل ما تكون يعني أفضل بطولة بس بمستوى أقل لأنه الفلوس هتتوزع أكتر هذه هي النظرية اللي جاءت بس هنرجع لهذا الموضوع وأنا ماشي لما روح على فقرة أذخاخ ممكن توقع في هالبطولة ننتقل للجزء الجديد إنه ليش الناس ضد البطولة لما يطلع في ريكسون ويقول لك نهاية كورت القلم ويطلع صاحبي زي مارتن سامويل يقول لك بطولة بلاستيكية جشعة ويطلع جارينيفل يقول لك أخصم منهم نقاط ويطلعوا صحفيين في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا يقول لك لا أحد يحب كورت القلم ممكن لعم هاي البطولة ليش كل هالكلام أولا لأنه هذه البطولة هتقضي على بطولة من أهم البطولات العريقة في كورت القلم دور الأبطال والدور الأوروبي تحديدا للدور الأبطال فأنت هم بتضيع إرث من الخمسينات لليوم عشان 12 نادي ثانيا إذا الأرقام المالية اللي حكوها صح هذا هيخلق شيء مستحيل التنافس محليا لو ظلوا هذول بالدوريات المحلية يعني فريق قاعد بياخده 350 مليون دولار عشان يشارك في بطولة فعليا همالة بيجيب دور الأبطال والوصيف مع بعض بيطلعوا أجل منه فكبدوا تنافسوا بالدوري وثانيا هذا معناه كل لاعب في العالم كويس حيروح هناك وحيوافق يجعوا الدكة في هذه البطولة دور السوبر الأوروبي أنه فلوسها أكتر وحيكون طبعا أنه فيه فلوس أكتر حيشتروا الإعلام وحيشتروا البث وحيشتروا التسويق فحيصير النظرة هناك فقط فأنت عم بتدمر كل كرة القدم كل الأندي الأوروبية عم بتشيلها عم بتشيل كرة القدم فعليا زي كرة السلة يعني كرة السلة بالنسبة لأنبي عم بتشيل كل هذا ومنركز بهدولة بس ففعليا أنت عم بتقلل فرصة كثير ناس يصيروا مشاهير يأخذوا فرصتهم باختصار هذه البطولة ممكن تحول بطولات الدور المحلي لبطولات كأس بالنسبة لأنها ومعناها حيقل دخل الأندي المتوسطة والصغيرة معناها حيقل الاستثمار بالأكاديميات لأنه فلوسها أقل معناها كثير مواهب حيقل إنتاجها معناها بشكل عام كرة القدم لقدام حيصير عدد لاعبينها المتوفرين الجهزين أقل وهذا الكلام بنحكى من أول ما بلشوا فكروا ببطولة لكن هم نظرهم أوكي خلينا ألف موهب يلاعيب كويسين هذور حنلاعبهم بالدور السوبر مش فارقة معنا مستوى الثانين وتخيلوا أكثر لو طرعوا وين يبيعوا الحقوق لأمازون برايم ولا فيسبوك ولا يوتيوب فعليا هذه البطولة لو انبثت هناك على الديجيتال على الابليكيشنز تاعتهم فعلا ممكن تسكر نص قنوات الرياضة في العالم لما تشيل دور الأبطال منها والدوريات حتقل قيمتها فعلا ممكن تسكر يعني أنها ممكن تهدم صناعة الإعلام الرياضي المرئي تحديدا بجانب أنك عم تلغي بطولات كثيرة فالموضوع في كثير ناس خايفة منه في كثير ناس متوتر منه لأنه جديد أنا فاهم الناس بتخاف منه جديد وممكن يطلع إليه إيجابياته بس أي بطولة جديدة مع هذا القوة والزخم الجديد لا بتخوث ولازم نتخاف منها ننتقل لفقرة الفخ المنسي للكبار في كثير أفخاخ هم مش عارفينها قلت لكم لما نحك عن الانبيا هنرجع لها اعمل سيرتش بالانجليزي على جوجل واكتب مثلا معاناة الانبيا في المشاهدات التلفزيونية أو انخفاض شعبية الانبيا في السنوات الأخيرة وتحديدا بعد صعود السوشيال ميديا شوي شوي تم ملاحظة أنه عدد المشاهدات التلفزيونية لدور الانبيا عم بتقل عدد اللي مهتمين يدخلوا كرت السلف جديد في أمريكا عم بتقل نفس الشي بالبيسبول عم بواجه نفس المشكلة كرت القدم كانت عم تصعد نتيجة هذا التراجع النسبي مش تراجع رهيب لكن بدأ فيه علامات تراجع ليش؟ القناة على أنه دوري مغلق مفيش فيه تجديد مفيش فيه أسماء أندي جديدة مفيش معجزة ليستر سيتي مفيش هذا الكلام نفس الاندي دائما والقناعة الثانية في الموضوع طبعا هم يحاولوا أسباب أخرى والتدخل السياسي والعنصرية والكلام هذا هذا كلام علاقات عامة عندهم لكن الكلام اللي عنا واضح عنا نفس اللاعبة نفس الفرق عم بتداولوا شوي شوي صاروا الناس يشوفوا أشياء أكثر في السوشيال ميديا فصار فيها نعمل في شيء آخر مهم الآن إحنا منعتبر أرسنال توتنهام ديربي لندن ومباراة منحضرها كلنا صح؟ ومنشوف هاركين حيسجل ولا لائب أرسنال ومستمتعين تخيلوا لو هدون راحوا لعبوا بالدوري بتاعهم دور السوبر أوروبية واللتيجة إنه الأندي كلها قوية طلع ترتيبهم لا سبح الله التاسع والعاشر في الدوري وجي لعب مع بعض في حدا فينا حيقول ديربي لندن الكبير توتنهام وأرسنال صاحب مركز تاسع والعاشر؟ لا اللي مفيش عندهم أي طموح في هذه البطولة؟ لا ففعليا حيصير عندك أندي كبيرة الآن حمي اعتبرها أندي كبيرة مع الزمن حصير أندي صغير في هذا الدوري فحصير مبارياتها مملة فتخيلوا عشر مباريات عشر مباريات حيصير في أربع فرق هون أربع فرق هون فأنت فعليا عم تقضي على كمية المتعة المتوزعة في الأسبوع مش إحنا دائما بظن أغرد لكم كل سبت وأحد بعد جولة دورية لما يحطوا لي كل الفرق الكبير مع بعض انظروا ديربي لندن ديربي شالكا ودورتموند حصير تضحكوا علي لما نزل لكم هاي الأشياء لأنه بطرت هاي المباريات مهمة لأنه هذا قضع على شغفها وفي فخ ثاني ومهم كرة القدم عراقة كرة القدم شغف كلنا شجعنا كرة القدم بناءا على الماضي ما حدا فينا شجعها بناءا على الحاضر كلنا بلشوا يحكونا كل واحد يجيل ناس بلشوا يحكولوا مارادونا بلي ناس بلشوا يحكولوا الزيدان ناس حكولوا بلاتيني ناس حكولوا ميسي هلا الجديد كل جيل منا شجعنا الماضي شجعنا الماضي في البداية تخيلنا الماضي عشنا الماضي بعدين عشنا كرة القدم هذي بطولة بلا عراقة هذي بطولة من لا شيء بلا تريف فبتشبه دور الأمم الأوروبية اللي حاول يعملوه تاع أتحاد الأوروبي قداش احنا نسجمنا معاه واستمتعنا فيه تقريبا أنا صراحة بحظر نهائي يعني ما فيش لسه ما فيه ما تكونت هذا الشخف والعراقة مهمين لما ترفع دور الأبطال الأوروبا إيه لو قينة بتتذكر تستيفانو بتتذكر أساطير بتتذكر لعبين حملوه ولما ترفع كأس أمم أوروبا فيه تاريخ في بلينكا فيه ألمانيا فيه إيطاليا فيه دول بس لما ترفع دور السوبر اللي هذا دور الأمم الأوروبية فيش حالا وراك ما فيه هذا العراقة ومش عارف البطولة حتكمل ولا لا ولأنه فيه عداء إعلامي كبير وفيه عداء اتحادات محلية كثير وغياب العراقة فخ خطير جدا عليهم أما الفخ الثالث والأخير فهو لما تستقيل من شغلك وتطلع بتكون أنت أحسن موظف فجأة تبلش تسمع أنه فيه موظف ثاني إيجا وشغل مكانك أو موظفين شغلوا مكانك والأداء ممتاز والتحسن مستمر هذه الأندية هتترك مساحة كبيرة في البطولات المحلية لأنه الناس هتبقى عنها هتصير تشوفها الأندية المشاركة بالدور السوبر أوروبي حتى لو بتشارك بالمحلي فالناس ما رح تنسى تجيب محها كثير لأنه فيه بطولة ثانية أهم هذا الشي حيتيح مساحة لأن دية جديدة تطلع والدوريات المحلية في أوروبا مهمة ممكن إحنا ما تفرج معنا يعني لو سحبوا يوفنتوس من الدور الإيطالي أنا كمشجع ليوفنتوس وطردوا يوفنتوس من الدور الإيطالي أحضر دور إيطالي حصير أحضر دور السوبر الأوروبي بس بهذه المساحة بهذه اللحظة ممكن ترنوا لأن المشجع الإيطالي بدو يحضر دور بلده بلده هاي فممكن ترنوا تزيد شحبيته فهذه المساحة اللي حيتركوها حتهون خطيرة فممكن نوصل لبعد عشر سنين لما يسمى بظاهرة الكبار الجدد فحصير عندنا 12 نادي هون و12 نادي هون ويعملون دوريين سوبر ما شاء الله عنهم هذي ثلاث أفخاخ هم عارفينها وخايفين منها وفاهمينها طيب شو قصة هذا بنك أمريكان بنك جي بي بورغان اللي قال أنا بلأتفعل 5 مليار بحد الآن مش واضح دوره قرأت كثير دورت كثير فيه ناس بتقول لك هيدفع قرض وياخذ فلوسه من حقوق البث والدخل تاع المباريات فيه ناس بتقول لا وهذه شركة البطول اللي جديد عبارة عن شركة وهو إلو فيها حصة لسه مش واضح دوره لكن الأكيد إنه أخذ أحسن دعاية ممكن ياخذها في عالم كرة القدم بليلة واحدة الجميع عرف باسمه حتى لو ما كانوا سمعوا فيه قبل ذلك وحتى لو ما صارت البطولة ننتقل للقسم اللي بعده شو الوضع الآن الوضع كله بتوقف على الاتحاد الأوروبي والفيفا واتفاقهم مع بعض مع الاتحادات المحلية الأساسية اللي طلعت منها الـ 12 نادي إيه ده الاتحاد الأوروبي وفيفا أخذوا صوت عالي أخذوا قرار عالي وقالوا ببساطة أقول لكم ممنوع أي لعب يلعب معكم مش بس ممنوع يلعب مع منتخبه ممنوع يدخل نظام سوق الانتقالات تبعنا هذا يلا ممنوع يلعب يعني بأنديتنا الأوروبية التانية ممنوع خلص تقضلك هناك للأبد لعب حتى تخاف أقول لك مستقبل استنوا وراحين افرض هذا النادي بكرة قال لي انتح رديف بديش ألعبك وين أروح هذا أولا وبعدين إذا تقالوا منترككم لدوريات المحلية أو قالوا إحنا تطبينا نعمل الدوريات سبت 1 2 3 4 5 المحلية يلا دورو لكم عما وعد إلعبوا فيه فلأي درجة حيحطوا العقوبات صعبة لأي درجة حيحطوا عطوب آغات قاسية للدرجة اللي حتتعقد فيها أمور بطول الدوري السوبر الأوروبي لأنه خلال نفهم فيفا والاتحاد الأوروبي لما صدروا عقوبات وهذا كلام مش هتنتهي القصة حيصير في قضايا هذولك حيرفعوا قضايا فالموضوع حيمد فبقدر ما الاتحاد الأوروبي وفيفا منتناسق مع الاتحاد الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي بقراراتهم بقدر ما البطولة صعب تتنفذ وبقدر ما كانوا مفككين وواحد شايف مصلحته هنا وواحد شايف مصلحته هنا بقدر ما البطولة حيتحقق لكن إذا اتحدوا رغم الإعلان مبارح والميديا والضجة أنا بحكي لكم ببساطة حيكون في ضغط كبير على أحلام الاثنعشر نادي يكفي لو قالوا من أنطردكم للدوريات المحلية عارفين شون يطردون من دوريات المحلية يعني شيلوا مركز شعبيتهم بكرة لما سيروا لعب دوري سوبر أوروبي من هم الشعبية ويطلع نادي منهم مركز أخير بطل حدي شجعه بصير زي نورويتش يعني من تعرفه بشجع نورويتش عربي يعني كم واحد فما بطل حدي شجعهم فهم البعد المحلي مهم لضمان القاعدة الشعبية الأساسية أنا كمانشستر مشجعني جمهور مانشستر ننتقل للقسم الأخير اللي هو شو رأي الشخصي لما نتكلم عن بطولة بيقولوا فيها 5 مليار دولار وبالأخير يطلع البيان بدون تفاصيل ويقول لك في أقرب وقت ممكن سنقيم البطولة يعني البنك أوافق يعطيك 5 مليار بدون ما يعرف وانت البطولة في معلومات ناقصة كثير بتخليني أوصل لقناع أنه إعلان أمس هو إعلان ضغط مش إعلان بطولة إعلان إحنا قررنا نعمل البطولة وهي بيان ويلا يا صحفيين المقربين منا أنشروا وإدعموا أنا اللي شايفه لما تعلنش حقوق وتعلنش مين الخمسة الثانين وكيف حيتأهلوا وما تقوليش مين اللي بدي بث المباراة وتوقيتها بالضبط أي أيام وأي ساعات شايف إنه فيه شيء ناقص شايف إنه شيء بسميه أنا مفاوضات تحت القصر دولتين متحاربين وقاعدين بتصادوا الاتحاد الأوروبي وهم واضحين للعلم الـ 12 نادي قالوا إحنا حابين نقود معك يا اتحاد الأوروبي حابين نقود معك يا فيفا حيقودوا معهم قلوا لهم تعالوا كأس العالم بيطلع 6-7 مليار بعرفش كم أنتو بتعطونا ثمان تكم فلوس على المباراة الواحدة لللاعب لا هذا الموضوع بدنا نغيره إنه ناخد فلوس من كأس العالم لأنه أساس كأس العالم الـ 12 نادي إحنا أو إذا جبنا البريس سان جيرمان وبايرل ميونيخ فعليا فعليا إحنا معظم اللاعبين في كأس العالم طرعين من أنديتنا أهم لعبة كأس العالم من أنديتنا فبدنا فلوس من كأس العالم تعالي الاتحاد الأوروبي كم بتطلع من دور أبطال أوروبا هيك هيك هيوقف لها قصة إنه النادي اللي ملهوش شعبي وجاي يشاركوا دور مجموعات ياخد قدي أعطي فلوس الحالية بس زيدني أنا أعطيني حصة أكبر وممكن يلعبوا على قصة أخرى كانت دايما تنحكي زمان بدنا بطاقات دعوة في دور أبطال أوروبا يعني أنا كميلان ما تقهلتش دور أبطال أنا كيوفينتوس ما تقهلتش دور أبطال مش لما ما تقهلش موسم أروح ما تقهلتش فبتروح علي فلوس فالنادي اللي بروح بصير معه فلوس فممكن ما أرجع لخمس ست مواسم تألعب دور أبطال وهذا الشي بصير بإنجلترا إذا بعطت مرة تبعد سنتين وثلاث لأنه الأندي أقوى هناك ومشاريحها أوضح فبتصير هنا بدهم مثلا بطاقة دعوة ما تأهلتش أعطيه بطاقة دعوة لهذا لأنه هذا من الشباب الكبار العرقين واللي كده بس حتى هذه هتعملهم مشكلة يعني شو جاب بيلان السبعة دور أبطال أوروبا لتوتنهام اللي ما جفش شي في هذا المسجل فليش بيعطيها بطاقة دعوة بيعطيها بطاقة دعوة فهي بدها معيار هل حتكون تحت الضغط هيكة بلطجة إحنا 12 نادي بدنا هذه البطاقة الدعوة وإلا هذه البطاقات الدعوة حتوزحها مثلا والله ربط الأندي الأوروبية مش واضح بس أنا متوقع هكي شي متوقع الأندي اللي فاز دور الأبطال زمان تصير تقول لك أنا بدي مقعد دائم في دور الأبطال ما ليش علاقة دبر أمورك زيد عدد الأندي الغيلي بطولة الخميس هاي اللي عملت اللي إياها أي شي وزيد عني أنا بدينا عم دور الأبطال وشايف أيضا في طلب حييجي طلب حييجي الآن بدكم تنقضونا آحنا كنا نصرف بجنون ونربح مليون كل سنة ومبسوطين وإحنا داخلنا مليار ونربح خمسة مليون مبسوطين لا هاي حسيدي غلطنا وإنتم بدكم تصحفوا على غلطتنا معكم فلوسي اتحاد أوروبي بالمئات المليون معكم فلوس يا فيفا بالمليارات في البنوك هاتوا هم عطونا شوي ساعدونا أنا خسران 200 مليون هاتهم أنا خسران 50 مليون هاتهم أنا كده بدي أسد ديوني ما بدي أظن يقاعد تحت رح نحن بدي أعيش بدي أرجع أبني مشروعي وإلا أنا بكرة ببطل أطلع الأبطال أبدا وبعدين حتى بطلع ليش عين أصير أقول لكم تعالوا نعمل بطول الدور السوبر أوروبي ففي ضغط على الحكومات وعالابتحادات القرية وعالابتحادات المحلية أنه بدنا فلوس أكتر تنقذونا إحنا ورطنا انقذونا ملناش علاقة عنا عراقة عنا جمهور عنا متابعين سوشيال ميديا يدكم تحترموهم طبعا في مبدأ آخر ممكن يصير الآن وهذا كمان متوقع أنه الاتحاد الأوروبي حيقولي عمي اسمعه إحنا قانون لابنما نظيف صحيح عملنا وعمل هيك أندي بطلة تفلس بس بنفس الوقت منع الفلوس تظلها هتيجي كثير ع كرة القدم يعني ما عاد فيه مستثمر ييجي مثلا من العالم العربي أو من الصين أو من أي دولة أمريكا بريطانيا أي مين مكان ويشتري نادي ويبلش يشتري لعيبة كثير فبالتالي تتوزع السيولي على الاندي والفلوس تزيد بإدان الاندي شوي إحنا غلطنا إحنا حنسمح مرة ثانية بقانون لعب ما نظيف بختلف بدل من نقول خسارة أربعين مليون بالسنة حنقول خسارة 200 مليون بالسنة ويلا بلك يجي المستثمرين للإجداد ودفعوا وزدنا فلوسكم لأنه كمان هذه الاندي ورطت لأنه الآن زي من يونايتد يعني كنت أقرأ تقرير عنه أصبح غير قابل للبيع لأنه ما عاد حدا قادر يشتري نادي بخمسة مليار وبعدين حيكون مقيد جدا بالاستثمارات لأنه أدفع خمسة مليار وبعدين معرفش أعمل شي بنادية يعني أرمي فلوسي ففي أندي أصبحت بقرة القدم هي أصلا غير قابلة للبيع بسبب قانون اللعب المال نظيف هذا أولا ثانيا بطل في فلوس تيجي جديدة يعني تخيل لو يجي مثلا المستثمر مع ويلبر هامتون يروح متصل لبان يونيتد 200 مليون براشفولد هيعطوه يا بس أخذها 200 مليون هذا اللي بدهم إياه الآن الأندي فممكن يتخفر هل هذه البطولة حتخلق متعة أولها آه أولها حتكون ممتعة زي أي شي جديد جميل منشوف أرسنال بيلعب مع اليوفنتوس وبعدين منشوف يوفنتوس بيلعب مع ريال مدريد وبرشلونة بيلعب معها اسمح الزمن مع تكرار البطولة هيصير في أندي إحنا عارفين ما بتجيب اللقب وحصير في أندي يعارفينها بتطلع السابع والثامن والتاسع فما منعود لنفس البهجة تاعة الزمن ما منعود لنفس الرهبة تاعة الزمن أحي يكون دوري صعب تجيب المركز الأول فيه صعب جدا نجيب مركز أول دور المجموعات ليش؟ لأنه فعليا أي فريق ممكن يغلب أي فريق تاني بس بالنهاية مع الزمن حتتساوى على المدى الطويل على مدى يعني نتكلم 18 جولة لأنه عشرة بعشرة حتتساوى مين أول أربعة وأربعة والأربعة مصير نعرفهم وبتصير المفاجئة بالمركز الخامس اللي هم حياملوا ملحق معهم فأولها حلوة هل حتزيد جودة كرة القدم هناك؟ طبعا لأنه مع الفلوس الأكتر هيشتروا كل تكنولوجيات الأرض وكل علماء الرياضة تعون الأرض وكل كده ويطوروا طبعا بس شو اللي هيعملوا برة؟ هيخلينا نشوف الدوريات الثانية مملة كيف إحنا منشوف الـ NBA كرة تسلة ومنعتبرها هي كرة تسلة لما نشوف الدوريات الثانية منقول شو هاي الرياضة؟ شايفها بس شايف شغلة بتشبهها بأمريكا بتشبهها بش بيعلعب فيها إشي اسمه بس هاي بتشبهها بس منشكلة مش نفس اللعبة يعني هيك حنصير لأنه حنشوف مستوى عالي كثير مع مستوى كثير متدني بهاي النسبية اللي مش صحيحة لأنه بدور الأبطال إحنا منشوف هاي top top games أربع خمس مرات في الإسبانية هناك حنشوفها كل أسبوع وهذا كثير وأنا بالرأس بإلي أي شي ممتع بتكثر منه ببطل الممتع باختصار أنا شخصيا مش حابب البطولة صراحة وخايف منها بس ممكن أطلع غلطان بس كثير ناس غيري خايفين كثير ناس مش عاجبتهم فكرة إنك تحاول تستثمر بماضيك أو تحاول تحتك الكرة القدم وتمنعني أني أنافسك يا أخي أنا ذكي مقدر أجيب لعيبة أعطيني فرصة أنافسك مش لأنك غلطت تحاول تصحق غلطك بالاستقواء هذا يعني نبعر وجد نظري حتى الآن من البطولة أعلنت لكنها لم تقام وجد نظري حتى الآن مازال بإيد الاتحاد الأوروبي فيفا أوراق لعبوها معهم وجد نظري لو نجح الفي فاولة أتحاد الأوروبي لازم يضمنوا بشكل أو بآخر أنه هاي الأندي ما ترجع تتمر للمرة الثانية ولازم يضمنوا أنه فكرة الكبار الأربعة عشر أو الاثناش يصيروا الكبار الثلاثين لأنه كل ما قلل عدد كل ما زادت قوتهم وهذا الشي خطير على المدى الطويل نوصل هنا نهاية تهي الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتويتر انستغرام مضروري جدا نتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله